اهلا بكم في حلقتنا اليوم اللي رح نحكي فيها على سهم مميز جدا ارتفع سعره من 6 دولار امريكي في سنة 2002 ل 3800 دولار امريكي في سنة 2020 شركة بيوصفوها المحللين بانه احنا بنعيش في العالم تبعها مش هي اللي بتعيش في عالمنا مجلات عملها غير منتهية حجم سوق منتجاتها او total addressable market هو infinity هو الاعلى بين كل شركات العالم اليوم عم نحكي عن شركة وحيدة amazon.com بس قبل ما نبدأ نحكي عن amazon deep in details بس تأزم منكم تشتركوا في قناتي وتكبسوا زر اللايك لانه دعمكم مهم كتير الي عشان اقدر اكمل اولا مجالات عمل شركة amazon amazon مصادر داخلها هي خمسة اولا الاولاين ستورز او الاي كوميرس لكل اياتنا معرفها ثانيا الامازون كلاود سيرفزز او ال aws وثالث مصدر للدخل هو الفيزيكال ستورز او ال amazon go اللي بدأت تنتشر في امريكا وفي دول اوروبية اما المصدر الرابع للدخل فهو السبسكريبشنز مثل الامازون برايم امازون فايور تيفي والامازون ميوزيك وغيرها واما مصدر دخل امازون الخامس فهو الادفرتيزمنز والكتير من المحللين بيعتبروا امازون اسرع الشركات نموا في هذا المجال بالانتقال لاراء المحللين بنلاحظ بانه في 35 محلل على ويبسايت تيب برانكس متابعين لسهم امازون 34 منهم اعتبروا السهم باي واحد اعتبروا السهم هولد معدل سعر السهم حوالي 4140 دولار امريكي وهو اعلى من السعر السهم الحالي بحوالي 27% معدل اورينج السعر للمحللين على سهم امازون هو بين 2800 دولار لاقل المحللين و5000 دولار امريكي لعلى المحللين خلال 12 شهر من اليوم وبالانتقال لتطبيق سيكنج الفا فمنلاحظ بانه الذكاء الاصطناعي لكوانت ما يعطي السهم ريتينج هولد اما المحللين في سيكنج الفا وفي وول ستريت فرأيهم في السهم بانه باي وفرصة استثمارية ممتازة على هاي الاسعار بالانتقال للتحليل الاساسي بنلاحظ انه شركة امازون حققت ايرادات في سنة 2021 بحوالي 470 مليار دولار وحققت ارباح صافية حوالي 33 مليار دولار امريكي في سنة 2022 تتوقع الشركة تحقق ايرادات حوالي 540 مليار دولار وتحقق ارباح بين 25 ل 35 مليار دولار امريكي هذا بنعكس على نمو في الارادات بنسبة حوالي 11-13% ونمو في الارباح بنسبة حوالي 3% والسبب في التراجع في ارباح الشركة او في التراجع في نمو ارباحها هو ارتفاع كلفة الرواتب والتضخم على شركة امازون اذا طلعنا على القيمة الدفترية للسهم فمنلاحظ بانها 272 دولار وهذا الرقم مقارن بسعر السهم يعتبر الرقم جدا متدني السهم فعلا قيمته مرتفعة مقارن بقيمته الدفترية اما حجم الكاش اللي تمتلكه الشركة فهو حوالي 96 مليار دولار امريكي حجم الدين الاجماري على الشركة هو حوالي 140 مليار دولار امريكي وبالتالي مديونية الشركة اعلى بدرجة كبيرة من حجم الكاش اللي تمتلكه الشركة الـ gross margins لامازون هي الافضل بين كل شركات الايكميرس وهي نسبة حوالي 43% بينما ال net margin لامازون فهو حوالي 8% فقط وبالمقارنة بشركات التكنولوجيا التانية يعتبر هذا المارجن متدني هذا اللي بيفسر سبب ان الارادات كتير مرتفعة اما الارباح فهي متدنية بالنسبة لحجم الارادات وبالتالي بالنظر للبيانات المالية للشركة فوضع الشركة جيد ولكن بعض المنافسين للشركة وضعهم المالي افضل منها وهذا اللي رح ياخدنا للموضوع الجاي واللي هو تنافسية الشركة ومنافسينها في السوق بالنسبة لمنافسين امازون فكلنا منعرف بانه اهم منافس لامازون هو شركة علي بابا الصينية والمعروفة اصلا بامازون الصين رح نعمل مقارنة بين الشركتين في البيانات المالية وفي طريقة عمل الشركتين نوضح الفرق بينهم ومين الاستثمار اللي ممكن يكون افضل حاليا بين الشركتين بالمقارنة بين الشركتين للاحظ بانه الـ P-E � ratio TO aThe Amazone 67 ل علبابا 12 preferred deductible value to Amazon 12 لعليبابا 1.9 ارادات امازون 2021 ٢٠٠ مليار علبابا ١٠٠ مليار الغروس مارجنز لأمازون 43% لعليبابا 37% النمو في الإيرادات لأمازون 18% لعليبابا 30% حجم الدين الإجمالي على أمازون حوالي 40 مليار دلار صافي بعد ما نخصب الكاش على عليبابا عليبابا عندها 50 مليار دلار أمريكي زيادة إذا خصمنا الديون من الكاش اللي عندها بناءً على المقارنة بين الشركتين بنلاحظ بأنه سهم عليبابا كتير أرخص من ناحية البيانات المالية في المقارنة بيسهم أمازون وحابب أضيفهم معلومة كتير مهمة الناس اللي بيشتغلوا في الإي كوميرس أو في السلينج على أمازون بيعرفوها وهي أنه حوالي 60% من المنتجات المعروضة على أمازون مصدرها أصلا هو عليبابا الصينية والسبب هو طريقة عمل الشركتين المختلفة عليبابا هي عبارة عن وسيط بين البائع والمشتري بيتفقوا الاتنين على السعر وعلى طريقة الشحن وعليبابا فقط بتوفر الطريقة اللي الاتنين بيتواصلوا فيها مع بعض وبتاخد نسبة من عمليات البيع أما أمازون في الجهة المقابلة فأمازون هي بتمثل دور البائع ودور المشتري أمازون بتشتري هي البضائع من البائعين في الصين بتوزعهم في مستودعاتها وحتى ممكن تعدل على البضائع وهي بتعرضهم للبيع وبتبيعهم للمستخدمين لأمازون.com وفي مقابل هذا الإشي بتاخد أمازون نسبة لهذا السبب عليبابا موجودة بتوصل البضائع لكل دول العالم تقريبا أما أمازون فموجودة بشكل مباشر في 23 دولة فقط وموجودة في باقي الدول بشكل غير مباشر طبعا اللي بيميز أمازون عن علي بابا هو أنه الشركات الصينية حاليا في عليها تحقيقات بالاحتكار غرامات من الحكومة الصينية خطر في أنه تصير لها دي لستنج أو شطب من البورصات الأمريكية وغيرها من المشاكل الكتير أما أمازون فكونها شركة أمريكية فما بتواجه هذا المشاكل وهذا هو سبب التراجع الكبير في قيمة سهم علي بابا إذا تطلعنا على تاني أهم مصدر للدخل لأمازون اللي هو AWS أو أمازون ويب سيرفزز أو الأمازون كلاود فبحب أحكي لكم أنه أمازون هي أكبر موفر لخدمات الكلاود سيرفزز في العالم حجم الكلاود طبع أمازون 32% من حجم الكلاود في كل العالم وهذا بعادل حجم الكلاود سيرفزز المقدمة من أقرب منافسين أمازون مايكروسوفت، جوجل، آي بي أم وعلي بابا الأربعة مجتمعين مع بعض وطبعا أمازون رفعت سعر الاشتراك برايم من 120 إلى 140 دولار أمليكي في السرب هذا رح ينعكس على عائدات وأرباح أمازون في سنة 2022 وبالإضافة لهذا الأشي الشركة أعلنت عن شراءها لأم جي أم ستوديوز اللي هي واحدة من الستوديوهات الرائدة في إنتاج الأفلام عشان تدعم أمازون تيفي بمجموعة من الأفلام الجديدة وتقدر تنافس نتفليكس أمازون هي شركة متفوقة في مجال التكنولوجيا في كل المجالات تقريبا هي يمكن الشركة التكنولوجية الوحيدة في العالم اللي تعتبر نمبر ون في أكتر من مجال واحد أمازون هي أكبر شركة إي كوميرس في العالم وهي في نفس الوقت أكبر شركة كلاود في العالم وهذا اللي بيميز أمازون عن أي شركة تانية من شركات التكنولوجيا بالنسبة لرأيي في سهم أمازون فأنا بعتقد أنه سهم أمازون بالأسعار الحالية استثمار ممتاز في السنوات القادمة رح يحقق الأرباح للمستثمرين في هاي الشركة وعندي لكم في نهاية الحلقة سؤال هل بتتوقعوا بأنه شركة علي بابا الصينية رح تقدر ترجع مرة تانية وتنافس أمازون وتتفوق عليها أو أنه هيطلع منافسين جداد من الصين يتفوقوا على أمازون وعلي بابا أو أنه أمازون رح تقدر تضل أكبر إي كوميرس بلاتفورم بالعالم أنا شاكي لمتابعتكم وأتمنى أن تكونوا حلقة عجبتكم ويعطيكم العافية